السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي إلى كل شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات أردت في هذا التسجيل أن أعلق على زيارة انتهى الشيخ عائد القرني وعلى زيارة بعض الدعاة اللي مرة على مرة يجيوا للجزائر بداية كجزائري مواطن عادي أرحب بالشيخ عائد القرني في الجزائر وأرحب بكل الدعاة المخلصين الذين يعرفون حق اليتيم وحق المسكين وحق اللاجئ وحق المختطف وحق السجين وحق المغتال وحق المظلومين بطبيعة الحال نحن كجزائريين معروفين بالكرم انتعنا معروفين بالنيف انتعنا ومعروفين بالرجول انتعنا والدليل في ذلك ما يقوله الشيخ عائد القرني وما يقوله كل الدعاة اللي جاءوا للجزائر قرأت على جريدة الشروق يا الشيخ عائد القرني حوارا واستنضبت من الكلام انتعك واستمعت لبعض المداخلات انتعك حول الجزائر وتأكدت من انك مع الاسف الشديد تجهل لكثير من الحقائق حول ما يجري في الجزائر ولذلك اردت ان اقوم بهذا التسجيل اذا حبيت تعتبر انتقاد اعتبروا واذا حبيت تقرأ قراءة واحد اخرى لك الحرية الكاملة انترك واحد من الدعاة اللي احنا نقدرهم ونقدروا كل الدعاة ولا شك هو انه راه رايح يعطيك هذا التسجيل ولولمحة حول الاراء الاخرى اللي ربما راها مهمشة الى اخره جريدة الشروق معروفة عند المعارضين من انها جريدة انت عن مخابرات انت حر تكتب فيها والله يقرأوا لك الناس انت حر هذه الجريدة انت عن الشروق ليكون في علمك يا الشيخ ععيد القرني من انها من انه هذا الفضيل للامر هو المدير العام انتاحا خذاها بالسحت هذه الجريدة انت عن الشروق يا الشيخ ععيد القرني باش يكون في العلم انتعك من انه هذا الجريدة انت عن الشروق ساهمت في الفتنة بين الجزائر وبين مصر ليكون في علمك يا الشيخ ععيد القرني من انه فقط قبل ايام فبركت بعض التصريحات ونسبتها الى رئيسا انت حزب اللي اسمها نعيمة صالحي والتسجيل راه موجود عندي على اذاعة وطني وان انه هذا السيدة نعيمة صالحي تعترف بالعظمة اللي سنتها من انه حر في الحوار اللي كان معا ونسبو لها التصريحات حول ابو جرى سلطاني ليكون في علمك يا شيخ ععيد القرني من انه الكثير من الاراء مهمشة في الجريدة انتع الشروق هذه الجريدة انتع الشروق هي ومثيلتها ليس حبا في المشايخ ولا في الدعاة وانما هم راهم يجيبوكم على جل باش يديروكم في الواجهة حتى باش يغلطوا الناس كيف ماذاك الانسان اللي دير السم في العسب احنا نحبكم ونحب الدعاة المخلصين ونرحب بكم في الجزائر في كل وقت وحين ولكن يا شيخ ععيد القرني كيف ما تقولوا انتما في السعودية اهل مكة اذرى بشعابها نحن نقول اهل الجزائر ادرا بحيدرا وبن عكنون الذي يجري في الجزائر يا شيخ ععيد القرني مع الاسف الشديد هو ان المعلومات ناطسة عندك حقيقة هناك متطرفين حقيقة هناك خطاب تكفيري حقيقة هناك ناس شوهوا صورا تا الاسلام ولكن صورا تا الاسلام ما يصححاش علي فضيل وسامير بالعمري صورا تا الاسلام ما يصححاش وشاب خالب صورا تا الاسلام ما يصححاش شاب مامي وشاب خالب والزهوانية صورا تا الاسلام ما يصححوهاش الاعلاميين المرتزقة شعب الجزائري عنده عاطفة جياشة للإسلام شعب الجزائري معروف بالمواقف انتاعوا ومعروف بالمبادئ انتاعوا ومعروف بالتوجه انتاعوا احنا الجزائريين لا نؤمنوا بالتطرف والزمن انتاع لي بالحاج تجاوزه الشباب الجزائري نحن الآن في عصر انتاع البلوتوث والعصر انتاع الطرواجي انا اعيش في فرنسا يا شيخ عائد القرني يوم انتعيش يا شيخ عائد القرني اللاجئ في الدولة اللي استعمرت بلادك يوم ان تسجن يا شيخ عائد القرني ثمنتاش سنة مثلما سجن علي بالحاج وتعذب ويصادر الاختيار تاعك يوم ان تقتل يا شيخ العائد القرني ثلما قتل محمد سعيد وقتل حشاني وقتل ابو سلماني وغيرهم من الدعاة والمخلصين يوم ان تسجن يوم ان تعدم مثلما اعدم حسين عبد الرحيم في المطار ومثلما اعدم محمد بوظياف في عنابة ومثلما اعدم قصد مرباح ومثلما اعدم الكثيرون النهار اللي تتكوى بالفتنة التي اكتوى بها الشعب الجزائري ساعتها تعرف وتحس ما يحس به المواطنة الجزائر للأسف الشديد هو انه من خلال التصريحات انتعكم الدعاة اللي راكم مرة على مرة جيوا للجزائر ونحن لا نشكوا في اخلاصكم ولا نشكوا في حبكم للإسلام ولا في حبكم للجزائر ولكن للأسف الشديد هو انه المعلومات التي تعطى لكم معلومات مغلوطة على الاقل انه هذه المعلومات اللي راها تعطى لكم هي لا تعطى لكم من الطرفين يعني من المفترم هو انه تسمعوا الاطراف عديدة حتى باش تكونوا قناعة مشتركة ووعي عام حتى باش تصيروا على بينا من امركم ولما توجهوا خطاب الخطاب التاعكم لا يقرأ بالقراءة اللي نقرأ فيها الان لانه ما نقرأه الان هو انه انتم الان راكم تسوقوا في الوجه انت عن نظر تعال النظام للأسف الشديد الفرق بين ما يجري في ليبيا وفي سوريا ما هو انه الشعب الجزائري في تلك المرحلة لا كانش موجودة الجزيرة وما كانش موجودة عربية وما كانش موجودة الفايسبوك وما كانش موجودة اليوتيوب والى اخيره لا كانش موجودة الطروجية وما كانش موجودة البلوتوث في ذلك الوقت وإلا لغاير طرق اغلقات يا شيخendsTON like كيف!! هو أنك تكفر على لسان الشرق على لسان الشرق من خلال العوار الذي أعلنه على الجريدة انتع الشرق اللي معروفة عند المعارضين من أنها جريدة تقتات تقتات من المأساة انتع الجزائرية تكفر في بشار الأسد وتساند وتناصر الجيش الحر يعني كيف؟ انت تكفر في بشار الأسد؟ كيف يا شيخ عائد القرني؟ القواعد الأمريكية وين موجودة؟ موجودة في سوريا؟ موجودة في ليبيا؟ أليست موجودة في دول الخليج؟ وين موجودة هذه القواعد الأمريكية؟ أليس ماء وزمزم وصل حتى الكاليفورنيا؟ انسيتوا من الذي حدث في العراق؟ من الذي أطاح بصدام حسين؟ اللي قدرت عليه قصيدة فيما بعد؟ أليست القواعد العسكرية اللي كانت في سعودية وفي قطر؟ كيف؟ تساند القوات الأمريكية اللي أطاحت بصدام وتكتب عليه قصيدة؟ أفتينا يا شيخ عائد القرني، أهل الجزائر أدرى بما يجري في الجزائر، هذا النظام الخبيث، هذا النظام المجرم، الذي بدد الأموال تعشعب الجزائري، هذا النظام المجرم، اللي الأعضاء نتاعه يجيوا يدويوا في فاردوغراس هنا بفرنسا، ويدويوا في أكبر المستشفيات في العالم، الأموال تعشعب، فيما أبناء شعب الجزائري، يبحثون كل يوم، على جلب أشكشمي واحد يشهر لهم، وصفاً كأدواء، فيه جزائري، ومن الإطارات الجزائرية التي همشت، عنده الآن أكثر من ست أشهر، هو يطلب ببشاع تقوله جواز صفر في ستيف، راكم تعرفوه، ورانا يدرنا الشهادة نتاعه، هذا الشخص هو بين الحياة وبين الموت، يا شيخ عائد القرني، عنده أكثر من ستة أشهر، هذا الشخص، الكلوان تاعه حبست، ثم الاعتقال تاعه لمدة عامين، وهو في المعتقل تاع الصحراء، حتى صاروا الإخوة والأصدقان تاعه يحفروا له حفرة، على جلب أشي يسخنوه، يحفروا له حفرة في الرمل، هذا الشخص ما زال إلى اليوم يعاني في الجزائر، يطلب على جلبش عطيوله جواز صفر حتى ينقل الخارج، على جلبش هداوي، فلهذا هو الإسلام اللي حبين درسهن، إسلام اللي عرفناه عرفنا العدالة انت عمر، وليس انت السعود، حاش الإسلام، وحاش الدعاة الربانيين، الذين يجهرون بقول كلمة الحق، حاش الدعاة المخلصين، الذين يقولون للمخطئ أخطعت، وللمصلحة أصلحت، حاش الدعاة الربانيين، اللي يبكيوا مع الفقير، ممش اللي عايشين في القصور، انت على القياصرة، يتباكوا على الشعب، ممش من الناس اللي عايشين في القصور، انت على كسرة، ويتغنون بالسنة انت عرصه صلى الله عليه وسلم من اللي كان يخرج، وبطنه خاوي، ممش اللي عايشين في القصور، وأبناء الشعب مع الأسف شديد يأكل فيهم الذبان، يأكل فيهم النموس، وتأكل فيهم الطرقات، من الشمس الحارقة، يأكل فيهم الفقر، وتأكل فيهم الأمراض، حاش الإسلام، إذا كان ما عندكم شصورة واضحة على ما يجري في الجزائر، ألتوا برواحكم، تكفرون الحكام الآخرين، وتدعون لحكامكم، اللهم منصر قائد الحرمين الشريفين، وأيدوا، والبيطة منتاعوا، وإلى آخره، وتكفرون الحكام الآخرين، إذا كانت تعتبروا من أن أولي الأمر هم الحكام، فبشار الأسد والقذافي من طينة هذا الحكام العمالاء، بما فيهم نتاعكم، وشفناهم إحنا الآن مرنا عايشين في فرنسا، شفنا الملوك، شفناهم كيفاش يجيوا، وشفنا حتى أبلاء الشعب لما يجيوا هنا الفرنسا، شفنا السنة نتاعكم، شفنا الشريعة نتاعكم، وشفنا الإسلام نتاعكم، الإسلام مش في القنوات الفضائية، إسلام على أرض الميدان، أمشي للجزائر، وروح للأحياء انتاع بس جراح، وروح للباب الواد، وروح شوف إن رام يعيشوا الفقراء، ويشوف إن يعيشوا في الوديان، ويعيشوا في الجبال، وروح شوف كيف يعيش شعب الجزائري، بشي تروح الدور لي في الفنادق بتاع خمس نجوم، وتمشي في السيارات المصفحة، والأمن على اليمين وعلى اليسار، وروح شوف كيف يعيش شعب الجزائري، شوف كيف يعيش الفقراء، شوف كيف يعيش أبناء المختطفين، وشوف كيف يعيش أبناء المسجونين، شوف كيف يعيش أبناء اللاجئين، ومبعد، أروح يتحدث في الشأن الجزائري، هذه الجريدة التي ساهمت في كم من مرة في تضليل الرأي العام، ولا زالت كل يوم تمارس التظليل وتزرع السمة في العسل تمد في معلومات صحيحة 50 والله 60% وتحشي 40% هذه كالجل بشت خضر هذا الشعب لأنها جريدة حرية وجريدة تنقل في الحقيقة وإلى آخر يا شيخ عائض القرني إذا ما استمرت بهذا الخطاب وإذا ما استمرت بهذه الحركات اللي رأت تتحرك فيها أنت وبعض الدعات إلى الجزائر فنقول لك من أنه رأك راح تسمع كلام كبير من الجزائرية ولهذا أنصحك على الملأ وأنا متأكد ومتيقن من أن هذه الرسالة ستصلك أقرأها كما حبيت أقرأها انتقاد أقرأها كما حبيت الجزائر الجزائر مش محتاجة للرهبنة ومش محتاجة للدعاة اللي عايشين في القصور ككسرة وأبناء شعب عايشين فيما قبل التاريخ الجزائر محتاجة إلى دعاة ربانيين يمشوا في الصفوف الأمامية يحسوا ما يحسه الشعب الجزائري الجزائرين الآن أصبحوا يفرقون من خلال هذه الأزمة التي اكتووا بها ويعرفون الإنسان اللي يتحدث من القلب انتاعه والإنسان اللي يبيع ويشتري الجزائريين الآن أصبحوا يدركون جيداً ويفرقون جيداً ويعرفون حتى الناس اللي في النظام يعرفوا الإنسان المخلص واللي رأى الله غالب إليه رأى ظروف حتى ماتوا إلى جلبة شمشي في هذا الفلك ويعرفوا الناس اللي رأى من يستعملوا في الوطنيين المخدوعين الوطنيين المنومين الوطنيين المخشوشين ويستعملون أيضاً في هذا اللي يسمي ورواهم إسلاميين عايشين العيشة انتاع جورج بوش ومعلى بلج وش ويصوروا في انفسهم للناس على أنهم صحابة يا شيخ عائض القرني للأسف شديد خاطبتك بهذا الخطاب لأنه ما ركش عايش في الوضع اللي عايشوه الجزائريين أن الذي يحدثك توفى الوالد انتاعي ما شفتوش والآن الوالد انتاعي على فرش الموت وغير الكثيرون من أبناء الجزائر الذين يعيشون في المنافي ويعيشون في اللجوه كان إخوتنا رام في بوركينباسو عندهم عشرين سنة وهم مفصولين على عائلة انتاهم والكثير من اللي رام عايشين في أمريكا إلى غاية اليوم عندهم أكثر من خمستاش سنة الوثائق ما عندهمش يا عائض القرني هناك الكثير من المعذبين هناك الكثير من الذين قتلوا ظلما وعدوانا هناك الكثير من المقابر الجماعية الموجودة في الجزائر هناك الكثير من الضحايا من الأيتام من الأرامل من المعوقين من المختطفين من المفقودين هناك الكثير من الذين فقدوا المناصب لعملتهم هناك الكثير من الذين تعذبوا شرة عذيب ولهذا أنصحك إما هو أنك تسمع لكل أطراف وتحاول هو أنك تكون منطقي في الخطاب لتعك وإلا مع الأسف الشديد هو أنك راح تخسر هذه الصورة اللي راح عند الجزائريين من حيث المبدأ نحن نقبل بالنصائح ونقبل بالانتقادات ونقبل بالتوجيه نتعى الدعاة المخلصين ولكن ما مشوا من الدعاة اللي يسندوا أمير قطر ويدعيوا له بطول العمر ويكفروا في بشار الأسد أمير قطر اللي قلب على والديه أمير تاع قطر اللي دمر أكثر من بلاد ويبني في الدولة نتعو يبني فيها على حساب الآهات نتعى العراقيين على حساب الآهات نتعى المصريين على حساب الآهات نتعى الليبيين على حساب الآهات نتعى السوريين نحوسوا على دعاة مثل ما يكفرون بشار الأسد يكفرون عملاء أمريكا لرمدين القواعد النهار مشوفوكم تخطبوا بهذاك الخطاب في ذاك النهار تشوفوا كل هذه الشعوب تركض وراءكم أما هو أنه تدعو للحكومات انتعكم وتدعو لهذا المولوك انتعكم بالبقاء وبطول العمر وبالحفظ وبالصحة وإلى آخره وقاعدين تكفروا في الرؤسات الحكومات أنصح علي بالحاج هو أنه يقبل بالمناظرة ولكن يناظرك على قناة سعودية وأثمنها هو أنه شيخ علي بالحاج يقبل بهذا النصيحة الداري يناظرك على قناة سعودية تخلي الشعب السعودي يسمعك أما الشعب الجزائري يعرف إلي بالهاج رأى هو ضرب 18 إنسان السجن وعنده بنه قتلوه له حل الحزب تاعه والكثير من الأنصار تاعه رأىهم في السجون في المعتقلات نفوه من الجزائر قتلوه صدرة الأرزاق تاعهم تم توقف تاعهم للعمل هو رأى هو دفاع الثمن ما نتفقش معه مش مشكلة نختلف معه في بعض المسائل ما نتفقش معه في الطريقة تاع الحكم في الأسلوب تاعه في الطريقة تاعه ولكن أروح أقعد 18 إنسانة في السجن ونشوفوك انتها قعدت عشر شهر عشر شهر في السجن انتهاك خلاص هو رأى 18 إنسانة في السجن إنما تفعلونه للشيعة في سوريا رأى عندكم الشيعة السيودية التوبيهم برك رأى في الطائف رأى مقدامكم ثم التوبيهم تخرجوا هذوك الروافظ ومن بعد أحكيوا عن الروافظ اللي رأى موجودين في سوريا أسف على هذا الانفعال وهذا الكلام اللي رأني نقول فيه هو ليس تهجم على شخصك ولا تهجم على دعاة وإنما هي جراح أحملها كجزائري عانى من هذه الأزمة وعانى من هذا النظام لمجرم الخبيث اللي رأى ويستعمل في عامل الوقت ويستعمل في الاستفزاز ويستعمل في كثير من الأشياء لتحريف هذا التغيير اللي رأىه جاي إن شاء الله وإن شاء الله الجزائريين يتخلصوا من هذه العصابات المجرمة وساعتها يعرف الجزائريون في القنوات الفضائية من هم هؤلاء الدعاة ويعرفون من هو علي فضيل وأقرنه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسه ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر